وفي مرتكزات الاستقرار الاجتماعي أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين قرب إطلاق وجبة جديدة من المنح للأسر العائدة إلى مناطقها مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهانكير قال إن الوزارة ستطلق قريبا وجبة جديدة من منح الشمول للأسر العائدة إلى مناطق سكناها الذين روجت لهم معاملات العودة وأضاف أن الوزارة وضعت مبالغ جيدة لتشمل أكبر عدد ممكن في حال قرار الموازنة وصرف المبالغ حسب الضوابط والتعليمات التي تقضض بشمول كل أسرة بمنح قدرها مليون دينار وأكد المتحدث حاجة الوزارة لخمسين مليار دينار لتغطية جميع المشمولين بالمنحة والتي وصلت إلى أكثر من أربعمائة وخمسين ألف أسرة اشتركوا في القناة